السلام عليكم لا إله إلا الله ما معناها؟ لا معبودة بحق إلا الله ما معنى شهادة لمحمد رسول الله؟ طاعته فيما أمر وتسجده فيما أخبر واجتناب مانعان ورزق وأن لا جهد الله إلا بما شاهد ما هي شرط لا إله إلا الله؟ العلم هو اليقين والقبول والقياد فضل ما أقوله والصدق والإخلاص والمحبة وفاقك الله لما أحبه ما هي عقسم التوحيد؟ توحيد الروبية توحيد الروبية توحيد الأسماء والصفات ما هو توحيد الروبية؟ إفراد الله بالخلق والملك والتدبر ما هي التوحيد الألوهية؟ إفراد الله بالجميع أنواع الإبادة ما هو توحيد الأسماء والصفات؟ إفراد الله بالجميع الأسماء لحسنا والصفات ولله لا غير التحريف ولا تعطيل ولا تكذيف ولا تمتيل ما هي شرط قابل العمل؟ الإخلاص والمتابعة ما هي العبادة؟ العبادة تسميه جامع لكل ما يحبوه الله ويرضع من الأقوال والأعculus الظاهرة والبطنة هل يعلم الغيب أحد من سوى الله؟ لا يعلمهم في السماوات والنظر الغيبة إلا الله ما هو مصر الموحد العصر من القيامة؟ تحت مشيئة الله إن شاء أعدبه وإن شاء أغفر له كم هي مراتب الدين؟ ثلاثة مراتب الإسلام والإيمان والإحسان ما هو الإسلام؟ الإسلام والإسلام لله بالتوحيد والإنقياد الله بالطعام والبراءة من الشبط وآله ما هي القادة الإسلام؟ أركان الإسلام خمسة شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكت وصم رمضان وحج البيت لمن يستطع إليه سبيلا ما هو الإيمان؟ الإيمان قولهم باللسان واعتقادهم بالجنان وعملهم بالجوارح والأركان يزيدوا بطاعة الرحمن وينقصوا بطاعة الشيطان حسنت ما هي أركان الإيمان؟ أركان الإيمان ستة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقرع الخيرية وشره ما هو الإحسان؟ الإحسان أن تعفض الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك من هم الملائكة؟ الملائكة عباد لله مخلقون من نوع لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون شكتا؟ ما هو الذنب والذين يدخلهم الله؟ الإشارك بالله ما الدليل؟ قال تعالى إن الله لا يغفر أي شرق به ما هي يقسم الشرك؟ الشرك الأكبر والشرك الأصغر ما هو الشرك الأكبر؟ هو ما يحبط العمل ويخلط صاحبه في النار كالدبح لغير الله ما هو الشرك الأصغر؟ هو ما لا يحبط العمل كالحالف لغير الله ويسير الرياء من هم الذين يدخلون الجنة بغير حسابهم والأعذاب؟ هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يستطيرون وعلى ربهم يسوكنون ما هو حق المسلم عن المسلم؟ إذا لقيتهم فظلم عليه وإذا دعاك فأجب وإذا عقصت فحمد الضعف شمت وإذا مرض فعود وإذا مات فاتبعه أحسنت 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 ما منزلت الشهادتين من الدين؟ لا يدخل العبد الإسلام إلا بهم ما هي عقيدتنا في القرآن؟ كلام الله تعالى منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود ما هي عقيدتنا في الصحابة؟ عدو الانتقاط أفضل الناس بعد الأنبياء نترد عنهم ونسكت فيما شذر بنا ما هي عقيدتنا في الأبياء والرسل؟ نؤمن بشميع أنبياء الله ورسله لا نفرق بين أحد من رسله نؤمن بأبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما هي عقيدتنا في اليوم الآخر؟ نؤمن عبد العذاب القبر ونعيمه وسأهل المذكر ونكير والعرض والحساب والصراط والميزان وتضاير الصحف والتواب والعقاب ما هي عقيدتنا في القدر؟ نؤمن أن الله تعالى خالق كل شيء وعلم به قبل وجوده الخير منه والصر ليس إليه ما هي عقيدتنا في ولد الأمور؟ السمع والطاعة لهم في المعروف والحج والجهاد معهم والنصح في السر لهم والدعاء لهم بالصلاح والمعافظة ما هي عقيدتنا في المسلمين؟ الصلاة خلف كل بر وفاجة وعلى من مات منهم ومن دخل الإسلام بيقين لا يخرج منه إلا بيقين ما هي عقيدتنا في الولاء والبراء؟ الولاء لله والرسولي والمؤمنين نولي عباد الله المؤمنين ونحبهم وندافعهم ونعادي أعضاء الله الكافرين ونبغدهم ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما هي عقيدتنا في الكتب السماوية؟ نؤمن أن التوراة والإنجلة والزابورة والقرآن كتب سماوية والقرآن الناس يقول لها جامع علمات أحسنت 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 يا فتح من هم أهل السنة والجماعة؟ أم الذين تمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ضائرة وباطنة واجتمعوا عليها وحاربوا البدعة وحضروا منها ما هي عقيدتنا في الجنة والنار؟ نؤمن أن أمم مخلوقتان لا تفنين أبدوا ولا تبيدان الجنة دار المؤمنين والنار دار الكافرين من هم أهل السنة والجماعة؟ هم الذين تمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ضائرة وباطنة واجتمعوا عليها وحاربوا البدعة وحضروا منها ما هي البدعة؟ البدعة كل قولي وعملي واعتقاد خالق كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ما هو دسل الأمة؟ العمل بالكتاب وسنة ألفا مثل في الأمة كم عدد شعب الإيمان؟ بدلنا سبعون شعبه أهلا قول الله إله إلا الله وإذناها إماطة الأداء عن طريق وحياء شعبه الإيمان أحسنت أحسنت أين ولد النبي عليه السلام؟ في مكة المكرمة إلى أين هاجر النبي عليه السلام؟ إلى المدينة المنورة كم عدد غزوات الرسول؟ سبعة وعشرون غزوات من هم أبناء النبي عليه السلام؟ القاسم عبد الله إبراهيم من هن بنات النبي عليه السلام؟ رقية أم كل تومي فاطمة زينبه فاطمة من هم الخلفاء الراشدون؟ أبو بكر للصدق عمر بن الخطاب عثمان بن عفان علي بن أبي طالي ما هي أركان الصلاة؟ القيام مع القدرة تكبيرة الإحرام قراءة الفاتحة الركوع الرفع من الركوع السجود الرفع من السجيد الطمأنينة الترتيب التشاهد الأخير الجلوس له الصلاة عن النبي التسليم ما هي شروط الصلاة؟ الإسلام الإسلام العقل التمييز أفهم الحدث إذنة النجاسة سطر العورة سطر العورة دخول الوقت استقبال كبرة النية ما هي شروط الصلاة؟ ما هي شروط الصلاة؟ ما هي شروط الصلاة؟ ما هي شروط الصلاة؟ ما هي شروط الصلاة؟